السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنا سلام بكل متابعين ومشاهدين على قناتنا قناة تربية وتسمين الاغنام من الالف الالياء بنحب نأكد ونكرر وفي كل فيديو هنكرر الكلام ده في اول فيديو لحد الناس متعرف فين تحط السؤال بتاع اي حد عنده اي سؤال يدخل على القناة ويشوف اخر فيديو اجابة متاح فيه التعليقات ويكتب سؤاله في تعليق اسفل الفيديو الاجابة وبعد ما بيتم الرد على الفيديو بنتم اقاف التعليقات يعني انت تشوف اخر فيديو في القناة وممنوع كتاب التعليقات اسئلة يعني اتعلق براحتك بس الاسئلة اللي منتظر منها اجابة ما تكتبهاش اسفل الفيديوهات التعليمية الفيديوهات التعليمية اسمع وافهم بس عندك اي سؤال شوف فيديو الاجابة وكتب تحتيه السؤال بتاعك لان صعب ارد على كل الاسئلة بالكتابة اليوتيوب ما بيدعمش غير الرد بالرسالة النصية والرسالة النصية بتاخد وقت كبير جدا اما كده صوت اعرف اوصل لك المعلومة كويس ان شاء الله النهاردة هنبدأ دلت طبعا في الاجابة الفيديو ده كان مبارح بالليل عملناه لقيت ما شاء الله فيه 28 سؤال فقالنا نعمل بسرعة ايه الفيديو الاجابة بتاعه مباشرة ان شاء الله السؤال الاول اسباب الليسان الازرق عند الاغنام وعلاجه مرض الليسان الازرق ده مرض فيروسي ليس له علاج ملوش علاج غير ان هو الحيوان يعني بمناعته الطبيعية هو اللي بيقاوم المرض بس اللي عليك ان هو طبعا من اعراضه ارتفاع حرارة والتهابات في الفم بالكامل في الشفاة والفم من الداخل وفي اللسان العلاج بتاعه بيكون على حسب الاعراض يعني ظهر عندك حرارة بتدي خفض حرارة التهابات في الفم بتحاول بالمطاهرات بالجنتيانة اللي هو المس الازرق باللمون بالناس بتعمل باللمون والملح تدعك المرض ديت كلها عشان تسرع في عملية الشفاة بس مش اكتر انما هو المرض ليس له علاج بتعالج الاعراض اللي بتظهر في حرارة بتدي خفض حرارة في تقرحات في الفم بتدي مطهرات في الفم السلام عليكم وعند السلام عليكم وبركاته عندي جدي حجازي على شامع عمره ثلاث شهور جالوا مياه في ودنه لتنين وانتفخوا ايه السبب اعمل معايي للأسف للأسف والله ما ممرش معايا حاجة قبل كده يعني زي كده انا انتلك انا مش دكتور بطري اما مرض الاسنان الازرق ده ده من الامراض يعني اللي لوحببك عنده علم بي اللي هي زي الحمى القلاعية لسان الازرق تسمم معوي تسمم دموي دي امراض ليس لها علاج بيكون لازم يكون عندك علم بيها يعني من باب العلم بالشي بس انت بتقول بداونوا فيها مايا الاتنين انتفخوا والله للأسف شوف اقرب دكتور بطري ويعرضوا الحالة ممردش علي قبل كده ما عنديش علم بيها السلام عليكم وعاكم السلام عليكم السلام عليكم وعاكم عندي خروف صغير زي عنطر اللي عندك ربي برضاه عمر الان 27 يوم عمره 27 يوم يعني ان شاء الله بيبدأ يأكل انا عمر عنطر اللي عندي النهاردة ديت له رضة لان خالة كل اكل يعني اخد بقين يعني بس كده المهم هايبدأ يعود نفسه على الاكل فهو عمره حاليا ما يتجاوزش الثلاث اسابيع ما يتجاوزش العشرين يوم كمان يعني ما يوصلش عمره ما يوصلش يعني وعمر حوالي ديت 16 17 يوم تقريبا يعني اه وبيبدأ يدور على الاكل فأنت عمره 27 يوم ان شاء الله ده هياكل وهلأ أعطي العرف المركز طبعا تديره العرف المركز وزوده البروتين يعني درة وشغير لازم تدور على كسب الصوية كسب الصوية 44% بروتين ضروري مهم في الحالات الازاكية تحط منه على الأقل كيلو كسب الصوية على كيلو نخالة على كيلو درة طبعا النخالة والصوية بحالتها الطبيعية كسب الصوية أما الدرة تكون مجروشة جرش ناعم مجروشة جرش ناعم مش مطحونة طحين زي الدقيق لا مجروشة جرش ناعم زي السكر وهيتعود معاك و هيأكل وهل يمكنني إعطاء حليب بطري خاص لا شوف أنت بتقول هنا ديته بالعجول حليب بطري الخاص بالعجول بعد الشهر الأول لأنني أعطيته له بعد عشر أيام لقول له فسابه له انتفاخ وأسان اللي أنت ماشي عليه خليك ماشي عليه خلاص فاضلك ممكن شهر بس بالكتير عشان الانتقال من أي نوع لنوع أنت لو بتردعه لبن بقري وانتقالت اللبن جاموسي هيحصل له إسهالات وحصل له بشكل لازم تتدرج واحدة واحدة والتدريج واحدة واحدة بيتبعه أنه هو بيجوع فلا أنت خلاص عمره شهر إن شاء الله تقريبا خليك استمر على اللبن اللي أنت بتدهله طالما مش عامله أي إسهالات ودخله العلفة من دلوقت وبدأ دخله العلفة خمساشر يوم معاك إن شاء الله بإذن الله هياكل في العلفة مظبوط خمساشر يوم في العلفة هيكل مظبوط وما توقفش اللبن إلا بعد شهرين على الأقل السؤال اللي بعده السلام عليكم وعليكم السلامة الله بركاته والله أحب سجل العجابي والله يبرك فيك ماشي السؤال يريد توضح كيف أسوأ الإنتاج تسويق الإنتاج طبعا أنا ذكرت أنه قبل كده التسويق هو أهم حاجة في أي مشروع في الدين سواء حيواني سواء صناعي سواء زراعي أي مشروع في الدنيا مطاقف بالمرتبة الأولى على التسويق ما فيش تسويق يبقى المجرد كله هيفشل 200% رقم واحد التسويق مصانع كتير بتنتج سلعة معينة عندها استطاعة بتنتج مثلا مثلا بغضرزة عن نوع السلعة بتنتج ألف قطعة كل شهر عندها استطاعة وعنده قدرة مالية ينتج مليون قطعة شهرين بس السوق عنده مش سامح السوق بتاعه مليون كل شهر بس السحب بتاعه أخره ألف فكل ما يتوسع السحب بتاعه وكل ما يتوسع السوق بتاعه بيتوسع في الإنتاج فأنا أهم حاجة التسويق ووقت إزاي تاخد خبرة لو أنت هتسوي عن طري الإنترنت تكون عندك صفحة مثلا على الفيس ومن أول ما تشتري الغنم بتبدأ تعرض صور فيديوهات كل فترة كده فيديو صور بحيث تبين الناس العلف تبين الناس انت شغال والناس تعرفك ناس تعمل لك متابعة متابعةك نستنيعك على ما تبدأ تبيع أول ما تيجي تبيع هتلاقي ناس كتير متابعةك ناس كتير عارفة أنت عن غنم ومتابعة عملية التسمين معاك خصوة أنت عاصل شغال في التسمين هتلاقي فيه سوء إن شاء الله بس برضك مهما كان في البداء كأول مرة بيكون قليل شوية فأنت النصيحة أنك متبدأش بعدد كبير وحدة وحدة لو أنت تبين في نزل متلك على طول منتجك على طول على النت يعني ناس تبقى متابعاك عملية التسمين متابعاها وشايفين العلف والرعاية عاملة ازاي بعد كده لما تيجي تبيع تشوف بقى السوء بتاعك واسع أكبر من كمية اللي أنت جايبها تبدأ تدخل وتكبر والناس تعرفك والدوق اللحمة بتاعت الغنم بتاعتك كويسة وتمام تعمل لك زمون تعرف هتتوسع وحدة وحدة التسويق مالوش شرح أنا من أشرح لك يعني المعلومتين دولة فقط لان ولكن العملي ده يختلف من مية وتمانين درجة طبعا بس أنا بديك أسس لازم وتزيع لصحابك وجرانك أنا عندي غنم اللي عاوز تشتري غنم مش ع النت بس ما كنت تبيعش ع النت هتبيع حواليك فتعرف صحابك وجرانك وزميلك في الشغل عندي غنم أي حد عاوز تبيع عقيقة مناسبة بالطريقة دي كده يعني بحيس لما تيجي تبيع ما تتأخرش في البيع وانده كده ان شاء الله سؤالك بالكامل أما منحة الأرض اللي عندك لو عاوز تزراحها زراحها برسيم حجازي لو في لو انت في أماكن بتزرع حجازي يبقى مية في المية زراحها برسيم حجازي ممتاز توفر عليك ما تشتريش برسيم في الشتاء وشغل طول السنة الدريس الحجازي بيعد على مدار يعني خمس ست سنين في الأرض فانت ممكن تزرع في الشتاء برسيم أخضر وفي الصيف تأكله دريس السلام عليكم وبركاته عندي خروف عمره أربع شهور تقريبا يحن رسل الأرض عندي الماشي أحيانا وإحيانا الماشي وطبيعي لما اننا شهيته تمام ما فيش أي مشكلة طالما الشهية تمام أهم حاجة في الغنم الشهية بياكل كويس خلاص انتهى الكلام دي أهم نقطة نشاطه حلو وبياكل كويس حكاية بيتطلع رأسه بينزل رأسه بساعة بتبقى وحر الغنم اللي في وجه والحر بتنزل رأسها في الأرض كلها وتدخل ما تشوفش غير الأجسام فقط الرصان عاوز الرأسه بيحميها من الشمس بينزلها في وسط الغنم تلاقي الغنم دخلها في بعضيها رصانها تحت بعض الرصان تحت وما تشوفش الرصان خالص شوفش غير أجسام الظهور بس فدي حالة من حالة بيعملها طبيعي الخروف ساعد بينزل رأسه وبيجري وبتحرك تماما وبعد كده يرفعها عادي دي عادة في خرفان كتير يعني نفيش منها مشكلة إن شاء الله السلام عليكم ومساعد الله بركاته الكبش ممكن يشتغل لوحده مع الغنم أكيد طبعا الكبش ممكن يشتغل لوحده بس في الأصناف اللي يتها تقيلة عندنا زي الأسيمي والرحماني والبلدي قد يحتاج مساعدة الكبش اللي بيضرب لوحده الكبش اللي بيشتغل لوحده بيعشر لوحده بيكون سعره ماسك سعر اللي هو بيضرب بأي طاق يعني أي لية كبيرة الغنم البرئي لا بيضرب لوحده على طول في الغنم البرئي بيضرب لوحده مش محتاج مساعدة الغنم البرئي بيضرب لوحده بنسبة 80% بنسبة 80% بيضرب لوحده إلا لو الكباشة لكن فيه الكباشة يكون متضرب كويس اما الكباشة التقيلة اللي ليتها كبيرة في منها بيضرب لوحدة اللي بيضرب لوحدة ده بيكون مسك سعر جامد اللي بتشاف وبيشوفه قدامك بيضرب لوحدة ولية كبيرة ده بيمسك سعر كويس بس بيحتاج مساعدة لما تتشوفه وقف مش عارف يضرب بترفع لولية بس لازم تكون متابعة للغنب السلام عليكم وستهدنا وبركاته لو سمعت عندي جدي عنده شبه كساح كده ما بيقدرش يوقف على رجليه اعطيته فيدرب انا مش عارف فيدرب بس عموما بشري جاب نتيجة لكن فيه رجلي لسه ما زبطتش لو فيه علاج افضل ممكن حضرك تدليني انا مش عارف فيدرب عبارة عن ايه ده اسم التجاري على العموم لو الجدي بيأكل كويس شهيته تمام ما فيش اي مشكلة في الشهية بيأكل ما بيقدرش يوقف بس يأكل وهو قاعد ده يبقى نقص كالسيوم الكساح اللي فيه ده نقص كالسيوم في حاجة اسمها ديكال 12 بشري دوا علبة ديكال 12 بشري شرب دوا شرب عبارة عن كالسيوم وفيتامين به ده بيأول عظم عنده ويعرف يمشي على رجليه كويس يعني تدجين بعلب العلبة 120 سنطي بعشر رجليه تقريبا بعشر ونص هتخلصها عليه على مدى اسبوع على مدى اسبوع يكون شربها العلبة كلها ان شاء الله بيشد حلو كويس وبيمشي كويس او في حاجة اسمها ديكال فوس بشري عبارة عن كالسيوم وفصفور وفيتامين به بردك ده ملح بيتدوب في المياه وتشربه الكيس لو كيس 100 جرام خلصوا بردك عليه على اسبوع من فضلك كل ما وسيعرف في الدين الأرض الزراعي بالده أهلية والله يتقم معليش في الأراضي والله للأسف يعني ما عنديش غلفية عن سعر الأراضي بالده أهلية عموما يعني الأسعار بتختلف 180 درجة سؤالك يعني أصلا كده كده يعني مطاطي فيه تفاوت كبير عندنا هنا في اسكندرية فيه فدان أرض ممكن تجيبه بتلاتين ألف ممكن تجيبه بعشرين ألف كمان في البرج وفيه فدار ما تعرفش تجيبه بعشرين مليون فالفدان يختلف كتير الأراضي تختلف حسب موقعها بس أنا كده كده ما عنديش خلفية عن سعر الأراضي بس أنا أقول لك هكذا سعر عندنا يعني السلام عليكم عنكم سبحان الله وبركاته عندي معزة ضرع وارم من جنب وبينزل دم أما بعصور ممكن فدى لو وارم الدرع وارم دي كده بداية التهاب ضرع لازم تلحقه بسرعة قبل ما تجيله حالة التليف بسرعة طير على البطري فيه إبرة بلاستيك بيجي اسمها إبرة ضرع إبرة ضرع بتتحقن داخل الحلمة بتتحقن داخل الحلمة دي تحقنها في الجنب اللي هو وارم وتقوم فيه مرهم يقسود اللي هو مرهم يود اسمه مرهم ضرع برضك من البيطرية بتجيبه وتدهن الضرع بالكامل وتتحقن ثلاث تيام أو أربع تيام وربع دي بنسلين وإن شاء الله يعني اللي بيجيها لطب ضرع بتخفش منه يعني لو هو في بدايته إن شاء الله نسبة الشفاء إن شاء الله سبعين تعمين في المية أما لو اتأخرت عليه نسبة الشفاء بتكون ضعيفة خالص بيبقى احتمال كبير إن الضر الجنب ينشف وما يجيبش لبن تاني بيجي له حالة تلايف بس إلحق بسرعة وإن شاء الله هتخف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدريس 16% وأنا هستخدمه في التسمين الدريس مفروم ومركز طيب لو أنا عايز أغزي على بروتين مثلا عشرين يبقى المفروض نسبة التبني الحجاز كام ونسبة المركز واركب المركز على كام بروتين عشان أوفر نسبة الدريس أنا ما بحسبهاش أنا الدريس بحسبه كمدة ملقة وقلت أبلكده الدريس كمدة ملقة في نسبة بروتين بوفر يعني بتكون علفة طبيعية إنت عاوز على في عشرين في المية بروتين الغنم صغيرة خالص لسه مفتومة عاوز تعملها عشرين اعملها على في مركز عشرين بدل ما تديها تلاتة في المية في اليوم اديها تنين أو تنين ونص بما إنك بتستخدم دريس الدريس هيوفر معاك جزء من العلف المركز وتاكل من الدريس لحد الشبع بس ما فيش مشكلة إنما حكاية كام النسبة ومش كام النسبة لا مش ضروري تحسب الدريس أنا بعتبره كمدة ملقة آه غاني بالبروتين غاني بالبروتين بس بعتبره كمدة ملقة غاني بالقليف برضك بعتبره كمدة ملقة أكل العلف بطلب استخدم دريس بوفر في العلف أوفر لي نص في المية أو واحد في المية بس ده الطريقة اللي بستخدمها هل يتم عز الكبش على الغنم في حال كان جميع الغنم حوامل لو الكبش هادي ما بينطحش ما فيش منه مشكلة وعائل ما بيقربش عن عاجل حوامل الكبش مش لازم تشيله إنما لو الكبش غشيم أو لسه جديد في الضروبة لا يستحسن طالما مسكوا عشر تأكدت إنهم حوامل كلهم اعزل الكبش السلام عليكم وصلاة البركاتو هل يشترط أن يحصل إسهال عند خرفان التسميم بعد تجريه شربة الدود وهل صحيح إنه إذا لم يحصل إسهال بعد تجريه الشربة فإن الخرفان لم تستفد من الشربة مش كل الشربة بتعمل إسهال دي رقم واحد رقم واحد مش كل الشربة بتعمل إسهال والشربة اللي بتعمل إسهال يعني عندك مثلا الترايميك مبتعملش إسهالات الليفافلوك بتعمل إسهال وكذلك في الشربة اللي بتعمل إسهال ما يشترطش كل الغنم يجيها إسهال لا وعادي استفاد 100% القابلية الإسهال تختلف من خروف لخروف بس بنسبة 50% 60% هيجيله إسهال من بنسبة للشربة اللي بتسبب إسهال مش كل أنواع الشربة بتسبب إسهال الليفافلوك بتسبب إسهال الترايميك ما بتسبب إسهال يسعى لها جميع انواع الشربة يعني دول ان انا بستخدمها في حاجة اسمها تريمك ما بتعملش اسهال وفي حاجة اسمها ليفافلوك دي بتعمل اسهال والليفافلوك مش كل لما بقى جراحة مش كل الغنم بتسهل بالنسبة 50-60% بيجيها اسهال فده عادي مفيش منه اي مشكلة عايزين فيديو لاختيار نعجة والده للتابعة تسمي الولاد ان شاء الله حاضر بزان ده الفيديو لان ان شاء الله نعمله بازن الله عشان اتكلمت عن دي نعجة بطولها ووقت ازاي هتشتري النعجة لو انت عاوز تعمل مزرعة وتجيب نعاج والده ازاي هتنقاها وتختارها هيبقى اسهل من النعجة اللي بطولها وافضل المواد الاضافية اللي علف من هناك اتيبها مثل الفصفور والكلس والفيتامين الفيتامينات في البيطارية والفصفور في البيطارية وفي بعض محلات العلافة في مصر هنا معرفش انت ما كان كفير بس احنا ادرا في مصر في بعض محلات العلافة الاميرة اما الكالس اللي هو كربونات الكالسيوم ده بتجاب من عند اللي هو بتوع مواد البناء اللي هو بيبيع الرملة والاسمنت والحاجات البهية والضهارة هو اسمها تحت اسم في مصر بودرة بلاط في مصر اسمها بودرة بلاط اللي هي كربونات الكالسيوم ده اللي هي عبارة عن البلوك الابيض اللي هو الحجر الجيري مطحو ده عبارة عن كربونات الكالسيوم مصدر الكالسيوم السلام عليكم و سبحانه و سبحانه و بركاته دراسة جدوى لتربية 50 ام والله حاضر للسؤال كتير على دراسة الجدوى حاضر ان شاء الله فقارة فرصة والله هنعمل دراسة جدوى بزناء القناة بس طبعا مش كل واحد عاوز دراسة ل50 ام و واحد عاوز دراسة ل20 ام و 30 ام انا هعمل دراسة واحدة للتسمين مثلا 20 خروف ايس عليها بانت عاوز تعمل 100 عاوز تعمل 1000 عاوز تعمل 10 اسم و اضرب نسبة وتناسو اما لو و دراسة تانية ان شاء الله لكام مثلا ل20 ام او 50 ام السلام عليكم و سبحانه و سبحانه و بركاته عندي كحة نشفة بدون سيلان انف ولا ضمور الحوالى ياكلوا طيبين بس كحة قوية انا مستبعد الرئيوية ايه المشكل اذا رقم واع انت لو راجئ لو تبعت القناة كويس انا منزل فيديو مخصوص الكحة او السعال في الاغنام رقم واحد رقم واحد ما فيش بعد كده هو التيلوزين التيلوزين في الكحة النشفة كحة نشفة بدون افرازات في الانف بدون بلغم ما بتكونش التهاب رئيوية ما بتكونش هي مش التهاب بيأكل خروف تمامه و بيكبر بيها بيكبر بيها ما شاء الله معد التحوله مياه كان عندي احلى خروف في الغنم و كانت عنده كحة نشفة ده كان اول خروف اعالجه من الكحة النشفة ده من سنتين او ثلاثة كان احسن خروف في الغنم و كان احلى خروف بيحول بس كانت معا كحة يقعد كحة كأنه بيروح بتطلع يقعد ديها كاملة هو بيكحة من كحة متواصلة وبعد ما يخلط الكحة يخش يأكل على طول دي بيبقى التهاب في الجاز التنفس العلوي يعني في القصبة الهوائية في الحنجرة انما الرئة سليمة والنفس سليمة ما فيش منه اي مشكلة مش التهاب رئوي واحسن علاج انا استخدمته و ارخص علاج هو التيلوزين للحالة دي التيلوزين تيلوزين سنطي لكل 20 كيلو انا تقريبا بس انت كاتب مستخدم التيلان تقريبا التيلان هو التيلوزين بس ممكن تقول ما استخدمتهش بالجرعة لان انا استخدمته بالجرعة بكذا الجرعة الطبيعية بتاعته سنطي ل20 كيلو ما بيجيبش نتيجة سنطي لكل 20 كيلو ما بيجيبش نتيجة مع الكوحة النشفة لك اننا بدي سنطي لكل 10 كيلو مرة واحدة يعني انت اذكر لي في النص السوار الثاني استخدمت تيلان لنت بتكلم في الجديال على المهم صحي ماشي عشان انك تقريل اسئلة برضك ماشي على العموم انت بمن عندك تيلان التيلان هو تعريبا التيلوزين شوف المادة الفعالة لو هي التيلوزين الكوحة النشفة في الغنم سنطي لكل 10 كيلو يعني الخروف لو 30 كيلو وزنه حي 30 كيلو تديله 3 سنطي عضل مرة واحدة وبعد يومين لو الكوحة مختفتش هي لازم ان شاء الله مش لازم كله بأمر ربنا ان شاء الله بإذن الله هتخفد مجربة في اكتر من 30-40 خروف عندي على اوقات متفرقة يعني بتمر عليها الحالة دي كتير التيلوزين بيجيب نتيجة ممتازة من اول ابرة بس لو بعد يومين لقيت في بوائي كوحة لسه ما خفتش خالص خفت بس لسه ما انتهتش تديله مرة تاني بعد يومين فقط لغير وكده ان شاء الله بتنتهي الكوحة نهائي ده بالنسبة للكوحة جديان المعز جاه المرض اعراضه ارتخاء وعدم رضاعة وياكل طراب ويغمس انفه في الطراب كأنه يحق العمر اسبوع جدي جاه المرض ومات تاني يوم مباشرة وفيه نفضة ببطنه والله امراض الاعمار الصغيرة دي عمار بتكون ايه اكتر عمر الزباب بتبزت في الجديان في المعز اكتر فترة حساسة اول شهر ممكن يكون فيه اعراض كتير ممكن يكون هو نازل من امه ناقص الحاجة الوحيدة اللي دي بايين اللي بس نقطة معناها هي وفيه نفضة ببطنه النفضة ببطنه ديه ده بيكون التهاب رئوي حاجة لعند العربة بيوروا عليها نفتة نفتة بتلاقي النفس من بط فممكن هو طبعا عمره صغير على التهاب رئوي اسبوع ما تقولش يعني متلا اذا كان عندك برد جديد بالليل ممكن جاله التهاب رئوي من العمر ده حساس جدا للبرد بالذات المعز بتبرد بسرعة فلازم المعز الصغير الموليد دي بالذات لازم تكون في مكان دافي بالذات احنا في موسم الشتة دلوقت لازم تحافظ عليها في مكان دافي فممكن يكون جاله برد وجاله التهاب رئوي النفضة دي علامة على التهاب الرئوي وممكن لو هو في مكان دافي ممكن يكون هو مولود الرئة بتاعته نقصة الرئة بتاعته نقصة بس بقي سؤالك انا كنت تاريخ مبل كده وصل اليوم التالت وكانه فيه تحصن علاقته بتايلان وهي الفدال وهي الفدال مفروض وخفض حرارة حقنه في حالات نفوق عند الجيران لشانه المرض طالما فيه عند الجيران عموما هتبقى انا هرجح ان هو برد التهاب رئوي البرد جديد اليومين دولا ممكن بالليل بتيجي موجة ساعة جمدة والغنم عندك لو هي برا فاللي جالك جهل الجيران بيجي على مستوى المنطقة الموليد الحديثة بالذات الموليد حديثة الولادة في الماعز بالاخص الماعز بيستحملش البرودة زي الغنم فممكن يكون دي لان الاتهاب رئوي بسبب برودة con الفلور في نيكول ممتاز جرب الفلور في نيكول الفلور في نيكول في البرد عند الموليدة الزغيرة دي ممتاز 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 عن تجربة برضك اللي ما قول ممتاز واقكد على الحاجة دي عن تجربة shade group a شخصية كان عندي جيديان زغيرة وعمر شار كان عندهم برد وخنفرة في الأنف وحشراجة في السدر في الرئة كانت بينة للتهاب الرئوي السدر مليان بلغم الرئة مليانة بلغم ومجرد سنطي واحد فقط لغير صنط واحد تحت الجلد اي نعم الابرة حرة شوية بالخروف الجدي بيتلوك انه اندبح بس بيجيب نتيجة ممتازة مرة واحدة تحت الجلد صنط واحد فلور في نيكول صنط واحد وما تزودش صنط واحد تحت الجلد فلور في نيكول ممتاز في الموالد الصغيرة للتعبط الرئوية كم كمية تبني اللي احتاجها الرأس الواحد في اليوم من الغنم من الغنم في اليوم من اجل تربة هاجاته والله التبني انا ما بحسب لهوش كمية التبني بيختلف في مئة نوع تبني في تبني عبد الوالقمح والشعير في تبني رباية في تبني فول في تبني فصوليا في عرش ازداني في دريس في حاجات يامة في ناس بسفنة تبني الحلبة اما انواع يامة وقابلية اكل التبني تختلف من نوع لنوع وقابلية يعني اكمال الكمية تختلف من نوع لنوع يعني مثلا تبني لها بممكن يكون بتاكل كله ولو في عيدان ناشفة عقل ناشفة بتسيبها لو انا هتسيب لك بالميزان لو في عقل كبيرة مش هتاخد احتياجاتها الكافية كذلك عرش السوداني فيه جدور عرش الفول فيه خشب اجزاء خشبية تقيلة بتتكلش قريبا من الجدر فانا الاتبان بتبقى لحد الشبع لحد الشبع بحيث لو انت هتخلط التبني مع العلف وارجع لفيديو ايهم افضل العلف الواحد ولا العلف مع التبني عشان تعرف شروط خلط التبني مع العلف لو خلطهم بحيث يتكل بالكامل العلف مع التبني على المعادة الوجبة التانية ما يكونش في بواياه لو لقيت التبني بتبقي زيلا على المعادة الوجبة التانية تخف التبني شوي تركيبة عرف الاغنام وطبعا تختلف برضا كمية التبن تختلف من تسمين سريع تسمين بطيء امهات طبعا في الامهات بنعتماد اعتماد اكبر على الاتبان المعادة الملقة اما في التسمين لا اعتماد الكل بيكون على الاعلاف المركزة الاتبان ما هي الا مساعدة في الهضم بس فتلاقي الخروف بيكون كمية ليلة جدا من الاتبان انا عاوز معادة تحويل سريع وقيس عليها التسمين البطيء يعني تبقى محتاج وسط نحتاج كمية علف مع كمية تبن وسط اما في الامهات بنحتاج كمية مواد ملقة اكبر ولكن لها اوقات الامهات بنحتاج فيها العلف وتكلمنا عنها كتير قبل كده لما الاربع شهور اخر شهر في الحامل وقود شهرين في الرضاعة تركيبة علف الاغنام تركيبة علف الاغنام وهل الشعير مفيد جدا مش فاكر مش عارف انا والله سؤالك مباشرة والله ليه نص تاني وهل الشعير مفيد جدا وافضل الانواع تركيبة علف الاغنام ما ينفعش ولك تركيبة علف انت تدخل على فيه اربع او خمس فيديوهات على القناة عبارة عن الاعلاف الطريق كيف تصليل تكوين علف لتسمين الاغنام بقعد نسبة البروتين واقل السعر ممكن تفرج عليه فيه ازاي تعرف نسبة البروتين في العلف كيف تحسب ازاي تحسب نسبة البروتين في العلف وفيه اختيار مكونات العلف لازم تسمع الفيديوهات عشان ما ينفعش سؤالك كده عام ما ينفعش يجاوبك عليه تشوف المكونات المتوفرة عندك وشوف بديل كل عنصر هل الشعير مفيد الشعير مفيد طبعا فيه ناس بتعرف على الشعير فقط لا غير الشعير ودريس اللي هو البرسي فقط لا غير بس بيدي معدل تحويل بطيئ لان نسبة البروتين فيه ضعيفة السلام عليكم والسلام عليكم العلف اللي راح نعطيه الخلفان عمر شهر نسبة البروتين و21% هل مكونات يكون فيها الفول وامح او شعير مطحونين ناعم وفصفصة وانخالة كما العادة ولا لا طبعا هي نسبة البروتين بترفعها بمصدر البروتين نسبة البروتين بترفعها بمصدر البروتين ونقضت 21% ده لو الخروف صغير مفطوم بدري بمعنى يعني هتبدأ تديله من اول من يبدأ دور اللي هو عمر شهر هتسبت على 21% ممكن شهر يديك معدل تحويل كويس ويتأسس كويس وبعد كده تبدأ تخفضها من 21% تنزلها ل20% تنزلها 19% 18% 18% ممكن تسبت عليها 3-4 شهور او 3 شهور وفي اخر شهر ولا حاجة ممكن تخفض تدريجي تنزل ل16% مفيش مشكلة بس الفترة 21% عشان بمساعر العلفة غالي اللي هي الفترة شهر اللي هي فترة اول ما بدأ يدور على العلف المولود لحد ما يشد حلو كويس ويتفطم يبقى كده اتأسس معاك مصبوط مساعدة العلف البروتين العالي ده مساعدة مع اللبن زي تستفيد من معدل التحويل العالي في الخرف الصغير يعني المكونات زيادة مصدر البروتين ولا لا براجل الله فيك لانو فيه بطري قال لي لانا ما ينفعش كده وبيضر الخروف وقال لنا يعطوه شعير وفصفصة وبس لا طبعا لو عاوز تعرف تابعني ان شاء الله بإذن الله لما نجيب شوية غنم ونخلط لك كل حاجة بالميزان وهتشوف معايا ويتابع معايا معدلات التحويل شعير وفصفصة بس الفصفصة اللي هتدريش تقريبا ده كده معدل تحويل بطيء بيسمن معاك 100-100 بس معدل تحويل بطيء لكن لما تدي لفول وقمح او لو الصوية مع الشعير على الاقل صوية وشعير عادي يعني ممكن انت بقى شعير وتحط علي شوية صوية فقط لغير 75 كيلو شعير و25 و20 كيلو كسب صوية 44% بروتين هترفع نسبة البروتين كتير هتصبح 11 و 7 هتصبح حوالي 18.5-19 تقريبا والفصفصة طبعا ده اسس المد المل فلا مافيش منه الكلام ده كلام غلط انا بكلمك على كلام عملي باستخدمه يضر مافيش ضرر الضرر عشان تعرف الضرر الضرر تستخدم البروتين 21% ده لفترة طويلة لفترة طويلة من اول الدورة الاخر الدورة ممكن في اخر الدورة الغنم الكابت بتاعها يتعم البروتين العالي ولكن انا بنقول لك المتوسط الدورة كله يكون 16-17% ممكن تبدأ بـ 21-21 اللي هو اول شهر تأسس فيه الغنم وبعد كده مباشرة بعد اول شهر تبدأ تنخفض 20-19-18 ممكن تثبت على 17 بعد كده لغاية نهاية الدورة عندي برسيم اخضر احاوله دريس يا جففه واللي اعرف بيه اخضر الافضر في تسمين الدريس واللي البرسيم الاخضر الحجازي اللي تمين حلوين في الشتاء بتأكل اخضر وفي الصيف بتأكل دريس اما انت لو بتفرم لان في الشتاء مش هتعرف تعمل دريس جو ساقة عامة في الشمس فهتأكل اخضر وفي الصيف بتعمل الدريس وتخزن للشتاء مفيش مشكلة السلام عليكم والسلام هل الطمر يعطي على حاله اه ممكن تأكل الطمر على حاله مفيش منه اي مشكلة وهل يستطيع المعز هضم نوى الطمر لأ طبعا انت لما هتسيبه الطريقة اللي كنت باستخدمها في ليبيا ممكن تحط الطمر زي ما هو بدون طحن سليم بالنوى وبعد الغرب ما بتاكلش النوى المعز ولا الغنم بتاكلش تطحن النوى بتاكلش تمضغ النوى بتنزل النوى زي البني ادمين بتتف النوى من بقها تاني بتنزل النواية بتنزل فين بتنزل في الطوالة بتاكل العلف يعني هي بيكون راسة فوق الطوالة تاكل الطمر بتاكلها وتنزل النواية تاني في المعالف مكان العلف العلافة انا لما بيجي في الوجبة النا بنيجي في الوجبة التانية بنلم النواة لو فيه اي نواة عم في اي حاجة بتغربله بتنازل تطلع النواة على طول باخد النواة بيتم ناقعه في مية على حسب درجة الحرارة الجوية لو في الصيف بياخده 4-5 سيام بيلين لو في شدة ممكن اخده اسبوع على حسب ما تلاقي النواة تتنيها تتني معاك والمية مفيدة للغنم يعني المية منقوع النواة المية بتاعته مفيدة للغنم ما تكبش المية يعني لما تكت لها المية هتتخمر كبها للغنم شربها للغنم فيها فيتامينات كويسة للغنم منقوع النواة ممتاز للغنم فما تكبش في الارض تديها للغنم وحط مية جديدة تاني انقع فيها عشان لو لقيت المية هتعفل يعني كل يومين ممكن تغيرها هتكبها للغنم وتديهم وتحط مية جديدة على النواة وبعد كده ترمعهم في الطوالة بيأكلوها زي العلف 100% وتهضمها 200% اما لو تحنت للنواة فالمعدة هتخضمها 200% برضا هيتخضم جوه المعدة هيقتر فترة النقعة بتاعته هتتم داخل المعدة مع الأحماض هتخضم النواة مفيش مناها مشكلة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ستطيع وضع خبز في الماء وبعد مدة زمنية نصف الخبز من الماء وبعدين نخلط الخبز من الماء السؤال ده أنا جاوبت قبل كده قلت ممكن مفيش مشكلة بس انت بتصعبع على نفسك الغنم بتاكله بصورة جافة مفيش مشكلة في مصر نحن بتلينه للفراخ للدجاج فقط لغير وهو ينفع مفيش مشكلة هتلينه قبل ما يتبلعه طالما ان الغنم بتاكله مفيش مشكلة أيامه أفضل تبني الفول ولا تبني الرب من ناحية البروتين والله رأي الشخصي ما حللتش لده ولا ده رأي الشخصي تبني الرب أفضل من تبني الفول السلام عليكم معكم سيدة الله بركاته كيف أعرف عند الشراء ان الخروف متأسس شبعين لبن وكيف نحسب كمية اللبن الحبنان الصغيرة زي عنطر اللي حصول على أعلى نسبة تحويل برك الله فيك أول حاجة إذا تعرف الخروف متأسس شبعين لبن إن شاء الله أعرف فرصة هنجيب خروف متأسس شبعين لبن وخروف معاه مش متأسس اللي اتنين مع بعض عشان هوريك الفرق بين ده وهوريك الفرق بين ده وده على الطبيع فيديو عمل إن شاء الله فأعرف فرصة بإذن الله وكيف نحسب نسبة كمية اللبن الحبنان الصغيرة والله أنا عندي عنطر بديله كيلو إلى كيلو ونص في اليوم كيلو لبن إلى كيلو ونص في اليوم هو حاليا عنده إسهال لسه مخفش منه لأن أنا زودت له لبن مرة واحدة بس ما شاء الله الشيء بتاعته تمام وبيرضع كويس بس الإسهال ده غلط 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 طبعا عليه بس هو كده إن شاء الله النهاردة بدأ يمسك الإسهال شوية بعد كده ممكن لو عاوز أديله اتنين كيلو لبن وفيش مشكلة على حسب زي ما أنت عاوز في نعجة لما تيجي تردع بيكونت فيها ربع كيلو وفي نعجة ممكن بيطلع فيها كيلو لبن في اليوم فأنت كل لبن ده برزقه هو برزقه فالكمية على حسب كل ما تيديله كمية لبن بعد تدريجي طبعا مش مرة كل ما تكتر له كمية اللبن كل ما الخروف يطول معاك على ما يدور على العلف يقعد فترة أطول على ما يدور على العلف بس هو يأخذ احتياجاته من لبن شبعان مية مية وكل ما يحتياجاته من لبن تقل كل ما يبدأ يدور على العلف فالمتوسط كيلو إلى كيلو ونص في اليوم والله ينترجى محترم الله يبارك فيك يا أخ محمود السلام عليكم جدي كاسر جوز فضلت تخرج علي أطبع رمائل إلى الخضر مع العلم أن يأكل في وجبة الافطار برسيم خلاص البرسيم هو اللي بيسبب اللون الأخضر الجدي بيأكل كويس ومزبوطة ما تنمام الخضرة اللي يمنده احنا في بداية الوش الأول والتاني لسه البرسيم بطار زادنا عن لزوم الخضرة هي اللي بتسبب لون البعر الخضار وفيش منها مشكلة وسبب الأكل الخضرة ده كله بسبب الخضرة السؤال الأخير إن شاء الله أفضل أنواع الأغنام للتسمين السريع احنا ذكرنا في الفيديو مقدمة عن تسمين الأغنام قولنا أفضل الأنواع ما تقوليش أفضل الأنواع شوف النوع اللي ماشي عندك وأنت هتستخدمه ولكن لو هتقولي بشكل عام أنا بفضل الرحمن بفضل النوع الرحمن في مصر ينفع رب أغنام التسمين في مكان لا يدخله الشمس إلا قليل والله المفروض لو هتسمين يعني ممكن يحصل لك كساح بسبب قلة الشمس فلو بس هو لو بيدخل حتى ولو شوية لو ساعة حتى بالنهار على الأقل ساعة تدخل الشمس تبقى منها تطهر لك العنبر ومنها الغنم تستفيد من رشاة الشمس عشان عضمها ما يطراش ويجي لها كساح ولو هتعمل فيها ركز على كربونات الكالسيوم وفيتامين ديل اللي هو فيتامين ألف دلتر دول بريميكس ركز على البريميكس لازم تحط على العلف باستمرار كيس بريميكس 3 كيلو عطن زائد الكربونات الكالسيوم على الأقل 5 كيلو عطن سابق باستمرار عشان ما يجلوهمش كساح ما هي أهم الإضافات التي يجب وضعها على العلفة أنا أذكرتها لك من قبل أن أقرأ السؤال البريميكس وكربونات الكالسيوم والخميرة طبعا هتضيف معهم خميرة العلف أريد علفة متوازنة من المواد المطفرة عندي وهي الرد والصوية والدرأ للأسف ارجع لفيديو تكوين العلف هتعرف تكون عشان تعرف أن الدرأ حاليا عندها في مصر غالية كتير يمكن متوفر عندك بديل للدرأ أرخص فأرجع فيديو كيف تستطيع تكوين العلف تسمين الأغنان بعد نسبة البروتين وأقل السعر ممكن عشان تعرف تكون أنت بنفسك واتبنا الأصفر مع العلمي نازيل عالفة للتسمين السريع ما أفضل أنواع المعز من حيث التوأم وإنتاج اللبن من ناحية الأنواع المعز الأفضل من ناحية التوأمية وإنتاج اللبن بدون نذكر الحجم فهو المعز الضرايبي كويس مش أي معزة وشها عكفة كده وخلاص الضرايبي لا المعز الضرايبي حجمه كبير حجمه كويس المعز الضرايبي بيجيب بالتلاتة تقريبا وممكن أنت عاد بتجيب بالأربعة عادي التوأمية عندها عالية يعني ما شاء الله المعز الضرايبي وإنتاج اللبن ما شاء الله برضك كويس ولكن تحويل اللحم بتاعه ضعيف لحم ما فيش أوزان ما فيش حتى لو حجمها كبير بتبقى ما بتشيلش لحميامة ما بتشيلش لحمة بيبقى رفيع ما هواش عريض ما بيشيلش لحم فميزة الضرايبي التوأمية ولحمة أما الأمور الوسط أنا بفضلها هي المعز البرئي حجمها حلو المعزة توصل بتوسط يعني الجيد يوصل عمر سنة بتوسط 40-50 كيلو لما تتمي بيه طبعا يعني الأمهات حجمها حلو التوأمية حلوة نسبة 67% توائم بالجوز يعني مش بالتلاتة اثنين توائم اللحم ما شاء الله عليها وانتاجيتها من لبن كويسة بتشبع عليها مزبوط كده ان شاء الله ده كده آخر سؤال لنا فيه سؤال لسه واصل دلوقت هل الرضة والحلبة لها دور في إدارة الحليب الرضة ممتازة غنية بالكالسيوم فيها كالسيوم كويس وفيها فسفور والكالسيوم والفسفور مهمين لإنتاج اللبن أما الحلبة حلوة لإنتاج اللبن ولكن السعرها هو اللي بيغير هو اللي بيخلنا ما نستخدمهاش سعرها تعتبر مش رخيصة فالرضة والحلبة كويسة في إنتاج اللبن بوجه عام ولكن هل بستخدم الرضة أكتر لأن الحلبة تعتبر غالية كده ده آخر سؤال لنا إن شاء الله دلوقتي ممتازة طبعا الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته